ومن قال إن الثورة تموت هنا في درعا وعلى الرغم من تجديد نظام الأسد من قبضته الأمنية على المحافظة بعد سيطرته عليها تأتي أخبار مفادها أن ثورة جديدة تلوح في الأفق مصادر محلية تحدثت عن عبارات كتبها مجهولون على جدران في بلدة المزيريب كتلك التي كتبت في بداية الثورة عام 2011 ومنها الشعب يريد إسقاط النظام والموت ولا المذلة في خطوة رأها ناشطون أنها لبث روح الثورة من جديد في نفوس أهالي المحافظة العبارات تتزامن مع استمرار عمليات ما تسمى بالمقاومة الشعبية في بلدات وقرى درعا التي ينفذها مجهولون ضد عناصر ميليشيا أسد الطائفية بين الحين والآخر ما جعل نظام الأسد يطالب بسحب السلاح الخفيف والمتوسط من أيدي فصائل المصالحات خشية من استخدامه ضدها هذه التطورات تأتي مترفقة مع حملات اعتقال طالت نساء وشبان في عدة مدن وبلدات خلال الساعات الماضية حيث داهمت ميليشيا أسد بلدة محجة واعتقلت عشرة أشخاص معظمهم مدنيون وأربعة أشخاص في بلدة الطيحة ممن أبرموا مصالحات قبل أشهر إضافة إلى شابة من بلدة صور أثناء وجودها في مركز الأحوال المدنية في مدينة إزرع وشهدت درعا مؤخرا زيارة لجميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام توعد فيها أبناء المحافظة بالثأر على ما فعلوه خلال السنوات السابقة وبحسب ناشطين فإن الزيارة كان من ورائها إعادة بسط نخوذ فرع المخابرات الجوية أكثر الأفرع قتلا للمعتقلين تحت التعديب بشكل أكبر في المحافظة